في تعز حط المبعوث الأممي رحاله بعد جولة داخلية وخارجية شملت المخى وعدن وطهران ومسقط والرياض في مساع أممية لإنقاذ مسار السلام المتعثر منذ سنوات يرى جراندبرغ أن الفرصة اليوم مواتية لتحقيقه أكثر من أي وقت مضى يتسلح المبعوث الأممي بالتفاهمات السعودية الحوثية الأخيرة المبنية على تقارب سعودي إيراني برعاية صينية يستهدف تهديئة ملفات الصراع في المنطقة تفاهمات وصلت إلى حد وصف فيه ناطق الحوثيين القيادة السعودية بالأخوة المتفهمين وأنهم خطوا مراحل كثيرة في طريق تحقيق السلام لكن العقبات أمام المبعوث الأممي ليست يمنية إقليمية فقط فالولايات المتحدة الأمريكية أبدت الكثير من الملاحظات على الخطة الأممية المطروحة للسلام وما زاد من تعقيد المشهد التصعيد الأخير في البحر الأحمر وتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية بريطانيا صاحبة القلم في الملف اليمني لدى مجلس الأمن الدولي يبدو موقفها هي الأخرى غير متوافق تماما مع خارطة جراندبرغ للسلام في اليمن ليس ذلك فحسب بل اختلفت تصريحاتها ومواقفها بشكل جدري عما كان عليه عام 2018 والكل يتذكر موقفها الحاسم في عرقلة معركة تحرير الحديدة موقف وصل بها إلى إرسال وزير خارجيتها إلى عدن يومها كأول مسؤول غربي رفيع يصل عدن منذ العام 2014 والكل يعلم بقية القصة الحكومة الشرعية لا يبدو أنها في طور الفعل في كل ما يحصل أبدت موافقتها باكرا على خارطة المبعوث الأممي ورمت الكرة في ملعب الحوثيين الحوثيون من جانبهم خلطوا أوراق المشهد السياسي بالتصعيد الأخير الغرب الذي لم يكترث لكل جرائم الحوثيين في اليمن منذ عقدين من الزمن صحى ضميره فجأة ليصنف الحوثيين جماعة إرهابية بعد مضايقة المصالح الغربية في باب المندب هكذا هو المشهد اليوم في اليمن فهل ينجح المبعوث الأممي في تفكيكه؟